قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي إن الملامح النهائية لمشروع مدينة النعايم الصناعية ستتضح في تسعة أشهر بعد الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وأوضح تقي أن دراسة الجدوى سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة بعد إعدادها وكذلك مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها هذا وأضاف تقي أن المشروع يعد نقلة نوعية في البلاد ومن شأنه تعزز دور القطاع الصناعي وتنوع مصادر الدخل وزيادة ناتج المحلية